كل شخص يعمل الجدول التالي ويلتقط لصورة ويدزلناها برسالة طبعا التسلسل الاسم المحافظة ممكن انه التحصيل الدراسي طبعا التسلسل الواحد الاسم مثلا علي محمد علي المحافظة كربلاء التحصيل الدراسي مثلا ادارة واقتصاد طبعا بعد ما اكمل هذا الجدول يحول كافة الخلايا الى حدود حقيقية من خلال كافة الحدود والسطر الاول ينطي تعبئة بلون اصفر وبلون طبعا تعبئة اصفر وبلون خط احمر وممكن انه يكون لون الحدود طبعا اسود وطبعا نختار كافة الحدود مرة ثانية طبعا هذا الجدول كل شخص يعمل هذا الجدول يخلي التسلسل الواحد الاسم الخاص بي محافظة اللي هو موجود بيها والتحصيل الدراسي ويلتقط صورة لهذا الجدول ويرسل النياب رسالة مثال تطبيق شامل الدرس الدرجة طبعا ممكننا نظهر العرض شوية نقول اسلامية عربي فيزياء حاسوب رياضيات اسلامية تسعين عربي خمسين فيزياء ثلاثين حاسوب تسعين رياضيات ستين اريد احسب فيها الخلية طبعا ممكن انه يعني ممكن انه ادني لليسار فيها الخلية عدد او مجموع الدروس مجموع الدروس المعدل عدد الدروس اعلى درجة اقل درجة طبعا هذني ممكن انه احددهن واضيف لهن حدود وحتى نذكر بي المحاضرات السابقة ممكن انه نضيف لهلون ممكن انه هذي نتائج راح نضيف لها لون اغمق شوية طبعا نحدد على مجموع الدروس الخلية اللي اريد اضيف بها المجموع واروح على المجموع واحدد الخلايا اللي بيها درجات الدروس بعدين انتر راح يطيني مجموع الدروس المعدل احدد الخلية اللي اريد اضيف بها المعدل واروح على المتوسط احدد الخلايا اللي اريد احسب المعدل الهن وراح يطيني معدل الطالب بعد عندنا عدد الدروس اللي هي أرقام الحساب أحدد الخلايا اللي بيها أرقام أو بيها درجات انتر رح يطيني خمس دروس أعلى درجة اللي هي حد أقصى نحددهن ونختار انتر رح يطيني على درجة تسعين حد أدنى اللي هو هذين الدرجات انتر رح يطيني أدنى درجة اللي هي ثلاثين طبعا هذه إحصاءات لهذا الطالب وإن شاء الله بالمستقبل رح نتعلم شون نعرف أن هذا الطالب ناجح له راسب وإذا ناجح يطيني اللون معين وإذا راسب يطيني اللون آخر إن شاء الله بالمحاضرات القادمة تطبيق هذا المحاضرة هو عمل هذا المثال طبعا وضع الدروس ودرجاته وعمل إحصائية لهذا الطالب طبعا دوال الوقت والتاريخ دوال مهمة وفي نفس الوقت سهلة جدا طبعا عندنا أول دالة اللي هي تضيف لنا تاريخ اليوم طبعا دالة اسمها today طبعا أحدد الخلية اللي أريد أضيف بها تاريخ اليوم وأروح على دوال الوقت والتاريخ وأضغط على الدالة today ومن ثم موافق وراح تضيف لنا تاريخ اليوم طبعا تاريخ اللي يضيفه يعتمد على تاريخ الحاسبة بعد ادنا دالة أخرى من ضمن دوال التاريخ الوقت اسمها now now الآن هذه الدالة تضيف لتاريخ الآن تاريخ الآن هو تاريخ اليوم بالإضافة إلى وقت الآن وقت اللحظة وراح تضيف لتاريخ زائدا الوقت هذه اللي هي الدالة now يعني هنانا الدالة today اللي هي تضيف لتاريخ اليوم والدالة now تضيف لتاريخ الآن طبعا نظرني الدالتين من الدوال المهمة والضرورية في استخدام برنامج أكسل طبعا عدنا ست دوال متشابهة في العمل هذه ست دوال اللي هي من ضمن دوال التاريخ والوقت هذه فائدتها تجزئة الوقت والتاريخ يعني شنو؟ يعني عدي هنانا السنة الشهر اليوم الساعة الدقيقة الثانية يعني هذا الوقت يتكون من سنة وشهر ويوم ودقيقة وساعة وثانية ممكن أنه استقطع السنة من هذا التاريخ يعني أنه هذا التاريخ السنة الخاصة به هو 2018 ممكن أنه استقطع 2018 أخليها بهذه الخلية فقط شلون؟ أحدد الخلية اللي يريد أضيف بها السنة وأروح على تاريخ الوقت بعدها أختار الدالة يير الدالة يير فأدتها تستقطع لي السنة من هذا التاريخ طبعا رح يطلب بنعدي البرنامج أنه أحدد الخلية اللي بيها التاريخ اللي أريد استقطع من عدة السنة بعدين موافق رح يطلع لي هنا 2018 الشهر أروح على صيغ التاريخ والوقت وأختار month طبعا دالة month أحدد التاريخ اللي أريد استقطع من عنده الشهر بعدين موافق طلع لي الشهر ستة اليوم اللي هي دالة day نحدد التاريخ اللي أريد نستقطع من عنده اليوم بعدها موافق الساعة التاريخ والوقت وأختار hour أحدد التاريخ اللي أريد استقطع من عنده الساعة موافق الدقيقة التاريخ والوقت وأختار الدالة minute أحدد التاريخ اللي أريد استقطع من عنده الدقيقة موافق موافق الثانية طبعا الثانية مخفية هنا أنا موجودة بس مخفية رح نظهرها من خلال التاريخ والوقت ونختار الدالة second نحدد التاريخ اللي أريد استقطع من عنده الثانية وراح البرنامج يجزئ لي هذا التاريخ إلى أجزاء من خلال الدوال اللي شرحناها واجب هذه المحاضرة هو إضافة تاريخ اليوم بشكل آلي من خلال الدالة today وتاريخ الآن بشكل آلي وتجزئة هذا التاريخ من خلال الدوال day وير ومنث وhour ومند وساكند رح نشرح الدالة دبلير طبعا هذه الدالة فاعدتها هي حساب الفرق بين تاريخين أي أنه حساب العمر أو حساب الخدمة ناخذ مثال في هذه الخلية نقول الاسم الاسم المواليد وتاريخ اليوم والعمر الاسم علي المواليد 1-1-1988 تاريخ اليوم طبعا نضيفه من خلال صيغ التاريخ الوقت ونختار today موافق الاسم الاسم آخر مثلا محمد المواليد 1-1-1990 و تاريخ اليوم مثل ما قلنا طبعا نقدر من خلال عناصر مستخدمة مؤخرا today ناخذ اسم آخر أخير مثلا كرار 22-5-1995 تاريخ اليوم طبعا من عناصر مستخدمة مؤخرا صير العناصر مستخدمة مؤخرا نختار today وطبعا نقدر هذا نفسه التاريخ السابق نسوي له هندل حساب العمر العمر شون يساوينا؟ العمر يساوي تاريخ اليوم ناقصا المواليد طبعا عندنا دالة دالة اسمها دبل اير طبعا هذه الدالة اللي هي الدالة دبل اير مكوناتها هي يساوي اكتبير نفتح قوس نحدد التاريخ التاريخ الأحدث أو نقول تاريخ اليوم بشكل مباشر أفضل تاريخ اليوم نسد القوس ناقصا يير نفتح قوس وتاريخ أو التاريخ الأقدم نسد القوس هذه هي مكونات الدالة نطبقها طبعا التاريخ اليوم هذا تاريخ القديم يعني مبدئيا أنه 1990 أقدم أما 2018 أقدم أكيد فإذا الأقدم هو المواليد حتى نحسب العمر نحدد الخلية اللي يريد أن نضيف بها العمر ونضغط كلك على شريط الدالة الـ FX نكتب يساوي يير طبعا نختار الدالة من خلال تاب بعدين نحدد تاريخ اليوم ونسد القوس ناقص يير مرة ثانية ونحدد المواليد ونسد القوس وبعدها نضغط على علامة الصح رح يحسب لنا العمر محمد ممكن أن نعيدها طبعا ممكن أن نسوي هندل رح يحسب لنا الأعمار ولكن أنا راح أعيدها حتى الدالة تفهموها بشكل أفضل يساوي يير أختار تاب أحدد تاريخ اليوم أسد القوس ناقص يير مرة أخرى تاب وحدد تاريخ المواليد بعدين أسد القوس انتر أعيدها مرة ثالثة وأخيرة يساوي يير أختار تاب طبعا أقدر أكتبها ولكن تاب للسرعة أحدد تاريخ اليوم أسد القوس ناقص يير مرة أخرى أحدد تاريخ المواليد طبعا تاريخ المواليد للشخص اللي أريد أحسب عمرا يعني مو أحدد تاريخ المواليد لغير شخص بعدها أسد القوس بعدها أضغط على علامة الصح جميل طبعا هذا مثال أول ناخذ مثال آخر الاسم تاريخ المباشرة تاريخ اليوم الخدمة ممكن هذه الأسماء الثلاثة نفسها علي محمد كرار علي باشر في شركة معينة تاريخا واحد ثلاثة الفين وسبعة عشر بعد محمد طبعا ممكن أنه تاريخ اليوم نضيفه من خلال الصياغ العناصر المستخدمة مؤخرا أو ممكن من التاريخ الوقت ونختار توداي محمد باشر يوم ثلاثة أربعة الفين وسبعة أيضا ممكن أن نسوي هاندل لتاريخ اليوم كرار باشر يوم أربعة وعشرين ثمانية الفين وعشرة ممكن أن نسوي هاندل لتاريخ اليوم الخدمة الخدمة شو نتساوي الخدمة تساوي تاريخ اليوم ناقصا تاريخ المباشرة يعني ممكن أن نعدل هذا التاريخ حتى نقول الخدمة تساوي year نفتح قوس تاريخ اليوم نسد القوس ناقصا نير نحدد تاريخ الأقدم اللي هو تاريخ المباشرة ونضغط enter نطبق هذه ندالة نحدد الخلية اللي يريد نحسب بها الخدمة اللي علي روح على يساوي نكتب year top نحدد تاريخ اليوم نسد القوس ناقصا year مرة أخرى ونحدد تاريخ المباشرة ونصد القوس أوكي طلعت الخدمة سنة طبعا أيضا نقدر نسوي handle للبقية ولكن أنا روح أعيدها مرة ثانية حتى تتسع الفكرة يساوي year top نحدد تاريخ اليوم نصد القوس ناقصا year ونحدد تاريخ المباشرة نصد القوس enter طبعا نقدر نسوي handle للشخص التالف طبعا هذه الدالة double year سميت double year وذلك لاستخدام مرتين year في هذه الدالة طبعا هذه الدالة مهمة جدا في حساب العمر والخدمة حتى من خلالها نقدر نحسب التقاعد في الرواتب ونقدر نحسب سنوات الخدمة ونقدر نحسب مخصصات الخدمة ومخصصات العمر طبعا دالة مهمة وبسيطة تحتاج القليل من التركيز ومن ثم ممكن أن نعمل بهذه الدالة الواجب الخاص بهذه المحاضرة هو عمل هذا الجدول طبعا الجدول اللي بالأعلى فقط هذا الجدول اللي بالأعلى هو راح يكون واجب المحاضرة التنسيق الشرطي التنسيق الشرطي هو عبارة عن تنسيقات على الخلايا ولكن تكون هذه التنسيقات بشكل مشروط مثلا ناخد مثال الاسم العمر مثلا الاسم احمد محمد ممكن انه نكبر شوي شاشة باسم علي كاظم جاسم العمر مثلا خمسة وخمسين سنة باسم عمره ستين وكاظم عمره خمسة واربعين طبعا انا اريد اميز انه لعمره اكثر من خمسين سنة البرنامج يظل ليه بلون معين حتى اعرف انه هذا الشخص هو المطلوب مثلا ناخد مثال مثلا انه لعمره اكثر من خمسين سنة ممكن انه يطلع تقاعد فحتى نعرف الموظفين اللي يستحقون ان يطلعون تقاعد ممكن ان ننميزهم شلون نميزهم لما نروح على الصفحة الرئيسية عندنا في اقصى اليسار عندنا تنسيق شرطي طبعا هذا تنسيق شرطي بعدة مكونات طبعا هذا ان شاء الله راح نشرح الامور الاساسية والمهمة في هذه المحاضرة والامور المتقدمة ان شاء الله راح نشرحها في المحاضرات القادمة مثلا عدنا اول خيار اللي هو الاهم والاكثر استخداما اللي هو قواعد تمييز الخلايا عدنا اكبر من اصغر من بين يساوي النص المتضمن تاريخ متكرر والقيم المتكررة مثلا اكبر من الاكبر من المقصود بانه يميز لي الخلايا اللي اكبر من قيمة معينة انا احدد هذي القيمة مثلا ناخد مثال اللي هو هذا مثالنا نحدد هذي الخلايا ونروح على تنسيق شرطي قواعد تمييز الخلايا ونختار اكبر منه بعد ما نختار اكبر علي راح يقول حدد لي القيمة حدد لي القيمة اللي تريد طبعا فرغ هذا الخانة حدد لي القيمة اللي تريد أميز لك ياها لي أكبر من عدها أنا راح أميزها مثلا راح أقل له خمسين وأكبر من خمسين ميز لياها طبعا هنا أنا عدنا شكل التمييز يعني يقول مثلا تريد أعبي لك الخلية باللون الأحمر الفاتح الأصفر الأخضر مثلا الناس أو تمسيق معين مثلا أنا راح أروح على تعبئة ورح أختار مثلا اللون الأصفر أو هذا اللون اللي هو البرتقالي بعدين موافق راح ألاحظ أنه البرنامج راح يميز لي الخلايا اللي أكبر من خمسين طبعا هذي الخمسة واربعين لو صارت خمسين ما راح يميز لها ليش يعني قلت له أكبر من خمسين زين إذا أريدها تتميز راح أسويها مثلا واحد وخمسين راح تتميز بشكل أوتوماتيك طبعا هذا مثال ناخذ مثال آخر المادة الكمية المادة مثلا إطارات سيارة أقلام صبورة شاشات حاسوب وهكذا مثلا أنا عندي مخزن معين وعدنا الكميات مثلا إطار خمسة أقلام صبورة ستة شاشات حاسبة مثلا ثمانية أنا أريد في هذا المثال أنه المادة لمن توصل الكمية كمية نفاذها إلى ثلاثة البرنامج ينوهني أنه هاي المادة وصلت إلى كمية الخطر وانتبه أنه هذه المادة راح تخلص وإذا وصلت صفر ينطيني لون أحمر يعني معناها أنه المادة خلصت طبعا مجرد للتنوية شون أسوى هاي الأمور نحدد هذه الخلايا ونروح على تنسيق شرطي قواعد تمييز الخلايا ونختار يساوي يساوي راح نكتب ثلاثة يعني إذا وصلت هذه الكميات ثلاثة نطيني تنسيق معين مثلا اللون الأصفر بعدها موافق طبعا هذه المواد يعني لحد الآن الكمية المطلوبة هي أكثر من ثلاثة مثلا لو هنانا صارت ثلاثة راح يقل لي يا بترى انتبه المادة هذه راح تخلص طبعا أقدر أنه أضيف تنبيه آخر مثلا أنه إذا المادة صارت أقل من ثلاثة يطلع لي لون أحمر أي أنه المادة راح تنفذ فأحدد هذه الخلايا وأروح على تنسيق شرطي قواعد تمييز الخلايا وأختار أصغر من راح أقل لي هنا أنا أصغر من ثلاثة أنه إذا صارت الكميات أقل من ثلاثة نطيني لون أحمر بعدها موافق بعدها موافق طبعا هاي الستة لو صارت اثنين راح ينطيني لون أحمر هاي الثلاثة لو صارت اثنين راح ينوهني بلون أحمر هنا لو صارت ثلاثة راح يطيني لون أصفر طبعا هنا التنسيق الشرطي هو عبارة عن تنسيقات هاي التنسيقات تكون مشروطة بشرط معين حتى البرنامج ينوهني على فد ملاحظة معينة نأخذ مثال آخر حتى نفهم هذا الموضوع مثلا هنا نعدنا الدرس الدرجة الحالة الدرس مثلا عربي اسلامية فيزياء حاسوب طبعا هنا عربي مثلا خمسين خمسة وخمسين ثلاثين تسعة وعشرين الحالة طبعا مثل ما تعلمنا في المحاضرات السابقة نقدر نطلع الحالة من خلال الدالة الدالة اف نروح على صيغ ونجي على منطقي اف ونجي نختار ان الشرط مالتنا اذا كانت الدرجة اكبر اكبر او تساوي خمسين راح يخلينا الحالة اللي هي ناجح واذا كانت لا اصغر من خمسين راح يطينا راسب بعدها موافق طبعا راح يطينا هنا ناجح لان هي خمسين قلنا اكبر او يساوي خمسين اقدر اسوي انه الحالة حالة الطالب اذا كان ناجح يكون لون اخضر واذا كان راسب يكون لون احمر طبعا نحدد الحالة ونروح على صفحة الرئيسية تنسيق شرطي قواعد تمييز الخلايا ونختار النص المتضمن نختار النص المتضمن راح نقل له اذا كان النص ناجح راح يطينا لون تعبئة اخضر موافق موافق واذا كان النص مرة ثانية نطبقها على الخلايا تنسيق شرطي النص المتضمن راح نختار راسب وينطينا لون احمر موافق موافق نلاحظ هنا انه الطلب الناجحين راح يطينا لون اخضر والطلب الراسبين راح يطينا لون احمر طبعا هذا هو تنسيق شرطي عبارة عن تنسيقات مشروطة بشرط معين اشتركوا في القناة